موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام في نشرة أخبار الظاهرة من قناة السعودية والبداية بالعناوين موسيقى بمشاركة أكثر من ستين دولة الرياض تستضيف اجتماع طولة المستديرة الثاني لوزراء التعديد موسيقى مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمر يواصل أعماله في اليوم الثاني موسيقى هيئة النقل تعلن عن تنظيم دخول الشاحنات للعاصمة الرياض بمواعد محددة ومجدولة ألكترونية موسيقى أهلاً بكم بسم الله الرحمن الرحيم عقد اليوم اجتماع طولة المستديرة الثاني للوزراء المعينين أو المعنيين عفواً بشؤون التعديد في إطار مؤتمر التعديد الدولي الذي يتم تنظيمه في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في مدينة الرياض بمشاركة ستين دولة وحضور عشر منظمات دولية وإكليمية وذلك لبحث تطوير قطاع التعديد في العالم من خلال دراسة الطلب العالمي والتحولات التي تواجه القطاع الخاص هذا وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف لأن مشاركة ستين دولة في مؤتمر التعديد الدولي يمثل دلالة على رياضة المملكة في قطاع التعديد رغم حدثته نبارك المملكة للحراك هذا المؤتمر بهذا الحجم وجود ستين دولة تشارك معنا هذا العام وبتمثيل عالي المستوى يمكن أكثر من خمسين في المئة كانوا على مستوى وزير أو في مستوى وزير دلالة على أن المملكة والله الحمد أصبحت مخطة مهمة جدا في كل شيء تقوم فيه خاصة في الكطاعات التي تركز عليها رؤية المملكة 2030 ورغم أن كطاع التعديد يعتبر من الكطاعات الواعدة إلا أن المملكة الحمد لله استطاعت في فترة قصيرة أن تحتل موقع مهم وزير الصناعة وطروة المعدنية بندر الخريف أن النسخة الثانية من مؤتمر التعديد الدولي تستهدف تسريع وطيرة الاستثمارات التعديدية في أفريقيا والشرق الأوسط الحقيقة المجتمع بأسره هو المنطقة التي نحن نستهدفها بالذات وهي أفريقيا والشرق الأوسط ووسط آسيا الهدف هو كيف ممكن أن نسرع الاستثمارات في قطاع التعديد كيف نستطيع أن نساعد المجتمعات أن تقوم بجلب الاستثمارات وخلق التوازن ما بين الاستثمار في التعديد وأيضا التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية المحافظة على البيئة من أهم القضايا كيف ممكن نربط التعديد بالصناعة وكيف ممكن لنا كمجموعة الدول في هذه المنطقة أن أستفيد من بعضنا البعض ونكمل بعضنا البعض هذا وأكد وزير الصناعة والثروة المغدنية أن مستقبل التعديد في المملكة واعد والمسح الجيلوجي كشف كميات من المغاد تقدر بخمسة تريليونات ريال التعديد مستقبل واعد في المملكة لأنه عندنا تركيز عليه كبير جدا الإستراتيجيتنا واضحة كمية المعادن الموجودة اليوم في المملكة والتي تقدر بحوالي خمسة تريليون ريال بأقل تقدير نحن نكتشف اليوم كميات من المعادن من خلال برنامج المسح الجيلوجي على الدرع العربي كامل أيضا لدينا برنامج آخر للاكستكشاف المسرع من خلاله نستطيع أن نعرف كميات إضافية ونوعيات أيضا إضافية المملكة دخولها في هذا الكطاع وفي هذا التوقيت يسمح لنا أن نراهن على التقنية هذه التقنية ستكون إن شاء الله متاحة للمستثمرين في المملكة لأنهم سيكونون قادرين على الحصول عليها على أفضل التقنيات وآخرها والأهم أن شبابنا وشاباتنا وجود التقنية سيسهل عليهم الدخول لهذا الكطاع وللمزيد حول هذا المؤتمر مشاهدين الكرام ينضم إلينا من الرياض مراسل وإخبار السعودية الزميل عبد العزيز الموينة عبد العزيز أهلا وسهلا بك ابتداء إلى نشرة الظاهرة ثم هلأ وضعتنا عبد العزيز في طار هذا المؤتمر وقلت لنا عن أبرز فعالياته وما هي أهم مخرجات جلساته حتى الآن تفضل عبد العزيز مساء الخير عليك يوسف مساء الخير على السادة مشاهدي أخبار السعودية طبعا اليوم نتواجد في هذا الاجتماع الخاص أو كما يعرف باجتماع الطاولة المستديرة لوزراء التعديين الذين سوف يشاركون في مؤتمر التعديين لدورته الثانية يتحدث عن أكثر من ستين دولة وعشرة جهات من منظمات أممية وأيضا دولية سوف تشارك بإذن الله في الدورة الثانية لهذا المؤتمر طبعا الاجتماع الوزاري تمت من خلاله مناقشة العديد من الموضوعات الملحة بقطاع التعديين على مستوى دول إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى منها ما هو متعلق طبعا بسلاسل الإمداد والتعديين المسؤول وأيضا حتى عمليات التصنيع والاستفادة من التعديين في الصناعة تحدث أيضا معالي الوزير بندر الخريف عن قطاع التعديين في المملكة حول هذا الموضوع تحدث أيضا عن أن القطاع يعتبر من القطاعات الواعدة لكن طبعا يعول عليها الكثير في المستقبل أيضا تحدث عن كميات كبيرة من المعادن التي تم اكتشافها من خلال المسح الجيولوجي للمملكة العربية السعودية من خلال حتى مناطق ومناجم التعديين التي تم اكتشافها في الفترة الأخيرة طبعا هذا المؤتمر الذي بدأت جلساته منذ الصباح يحمل رؤى وتوافقات بين كافة الأطراف التي شاركت فيه كنا قد التقين بالعديدة من السادة المسؤولين من مختلف الدول العربية التي شاركت في هذه الجلسة هناك حالة من التوافق تسود هذا الموضوع اتفاق على سلاسل الإمداد على موضوع إنشاء المراكز البحثية وعلى موضوع الاستفادة من التعديين في التصنيع وأيضا حتى على مستوى الصادرات وأيضا عمليات التوريد والاستفادة من المواد الخام التي تستخرج من المناجم في الصناعة وأيضا حتى تصديرها للدول التي ترغب في استيراد هذه المواد المخصصة أيضا بإذن الله غدا في الصباح ستبدأ جلسات المؤتمر بشكل فعلي في مركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات بالعاصمة الرياض سيشارك فيها العديد من الهيئات وأيضا العديد من الشركات نتحدث عن عدد كبير جدا من الشركات والهيئات التي سوف تشارك بإذن الله في مؤتمر التعديين الذي يستمر بإذنه إلى غد وبعد غد من خلال تواجدها في المعرض المصاحب لهذا المؤتمر أيضا سوف يكون هناك جلسات رئيسية في مؤتمر التعديين بإذن الله تبدأ في صباح الغد يتواجد فيها العديد من المختصين المحليين وأيضا العديد من المختصين الدوليين والأشقاء العرب الذين أبدوا رغبتهم بالمشاركة في الدورة الثانية لمؤتمر التعديين لما خرج من دورتها السابقة العديد من التوصيات المهمة تتعلق بتنمية قطاع التعديين ورأينا بعض الآثار الاقتصادية التي خرجت منه العديد من التوصيات التي من شأنها تنمية هذا القطاع في مختلف دول العالم اليوم هناك مشاركة حقيقة كبيرة جدا نتكلم عن أكثر من 60 دولة من أفريقيا وسط أفريقيا وأيضا حتى دول شرق الأوسط ووسط آسيا وحتى أيضا على مستوى شرق آسيا تواجد اليوم للصين والياضان وتايلاند أيضا تواجد للعديد من الدول الأوروبية المشاركة في هذا المؤتمر نحدث عن فلندا سويسرا أيضا حتى المملكة المتحدة وحتى على مستوى دول شرق عفوا وسط آسيا نتحدث عن أزباكستان أذربيجان العديد من الدول التي ستتواجد بإذن الله بكامل خبراتها وأيضا الاستفادة من الدراسات التي ربما تطرح على طاولة المؤتمر حتى على موضوعات مختلفة يمكن أن تناقش في الجلسات الرئيسية غدا ربما قد نشهد بإذن الله أيضا غد بعض من المشاريع التعاون بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة التي ستتواجد بإذن الله غدا في المؤتمر ومع أيضا ربما شركات من نظيراتها على مختلف دول العالم قد يحدث توقيع مجموعة من الاتفاقيات للتعاون المشترك بين الأطراف ذات العلاقة ربما أيضا تحدث هناك اتفاقيات شراكة ربما يمكن أن يكون هناك اتفاقيات للتعاون في البحث والدراسات كل هذا منتظر بإذن الله في المؤتمر بإذن الله غدا أيضا على مستوى الاجتماع الوزاري الاجتماع الوزاري طبعا بعد أن انتهت فترة الاستراحة الأولى لأداء صلاة الظهر والغدا عاود مرة أخرى السادة الوزراء ومثري الحكومات للاجتماع المغلق تفصلنا دقائق تقريبا عن انتهاء هذا الاجتماع وقد طبعا كما هو معتاد يخرج بيان للصحافة عن أبرز نتائج هذا الاجتماع وحالة التوافق التي حدثت ربما هناك اتفاق على مجموعة من النقاط المشتركة بين المشاركين في المؤتمر على هذا القطاع التحديد بما يتخص بقطاع التعدين طبعا يوسف مشاهدنا الكرام بانتظار طبعا الانتهاء من هذا الاجتماع المغلق وصدور طبعا البيان الختامي المتعلق بهذا الاجتماع الوزاري وما يتضمنه من تفصيلات وتوصيات التي تم الاتفاق عليها من قبل السادة أصحاب المعالي الوزراء نعم يوسف نعم نعم الزميل عبدالعز الموينع وأنت مراسل أخبار السعودية كنت معنا مباشرة من مقر انعقاد مؤتمر التعدين الدولي في العاصمة الرياض عبدالعزيز شكرا جزيلا لك هذه التغطية وشكرا لك هذا الإطلاع وهذه المعلومات حول مؤتمر التعدين الدولي الذي ينعقد حاليا في الرياض شكرا لك وللحديث أكثر مشاهدين الكرام عن مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثاني يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف الأكاديمي والمحلل الاقتصادي الدكتور بندر الجعيد دكتور بندر أهلا وسهلا بك ابتداء إلى نشرة الظاهرة ثم ماذا عن هذا المؤتمر دكتور بندر وكيف تقيمون أهميته وكذلك ميزة انعقاده بالنسبة للمملكة على وجه الخصوص مساء الخير عليكم على أستاذ المشاهدين ومشاهدات حقيقة انعقاد النسخ الثاني من المؤتمر الدولي للتعدين يعطي إشارات إيجابية ومؤشرات إيجابية عن مدى اهتمام المملكة في قطاع صناعة التعدين والتي هي تعد الركيزة الثالثة في رؤية 2030 كواحد من المواد الاقتصادية وواحد من المصادر الجديدة في تنويع مصادر الدخل بين المملكة حجم المشاركة بدون شك كما أدل مع الوزير الصناعة بأنه دلالة على بيادة المملكة في هذا القطاع متحدث عن أكثر من ستين وزير خاص في صناعة التعدين الأهمية الاقتصادية لهذه الصناعة كوحدة من المصادر الطاقة وكذلك مصادر المواد الأولية للعديد من الصناعات بدون شك انعقاده في هذا التوقيت في ظن ما يعيشه العالم من تقذبات وبعد الخروج من أزمة جائحة كورونا وانعكاساتها السردية على العديد من القطاعات عقد مثل هذا المؤتمر في النفخة الثانية فيجلب الكثير من الخبراء وكذلك الكثير من الشركات على طاولة واحدة ويبحث عن الفرص والقواعد المشتركة التي من الممكن الاستفادة منها نتحدث عن مجموعة من المواضيع اليوم طرحت في الطاولة المستديرة كالتعديم المسؤول والاهتمام بالبيئة وكذلك التحويل بالمواد الأولية لمنتجات صناعية وخدرية تفيد المجتمعات وتوافق صناعة التعديم مع صناعة ثلاثة انداد والتي أطلقت خلال الأشهر الماضية استراتيجية وطنية خاصة بثلاثة انداد وكذلك استراتيجية داعمة قطاع الصناعة في المملكة فأعتقد أن انعقاد هذا المؤتمر في هذا التوقيت وفي بل ما يدور في المملكة من مبادرات خاصة صناعة التعديم يتوافق مع هذه المبادرات ومع هذا الوضع الاقتصادي العالمي الحالي نعم ماذا عن أجندته ومستوى التمثيل دكتور بندر وتماهيها مع متطلبات الاستثمار الأمثل للثروات ومخططات ذلك أنت ربما أتيت على ذلك من بعيد لكن نريد أن نركز على هذه النقطة لو سمحت طبعا نحن نتكلم عن حضور فوق الستة ألاف ولكن الأهم لدينا هو الرؤساء الشركات والمستثمرين الذين عددهم تقريبا 150 بتحدث عن خضراء في صناعة التعديم العديد من المواضيع الخاصة في مثل ما ذكرت هي عملية الاستفادة من المعرفة والمراكز البحثية عملية تحويل هذه المواد الأولية بطريقة غير مضرر للبيئة إلى منتجات وخدمات إضافة إلى الملتقى الخاص بالفرصة لاتكشاف المملكة وهذه جزء من المؤتمر الخاصة بالصناعة داخل المملكة سيتم فيها عرضة كثير من الفرص المملكة خلال سنوات الماضية أستثمرت الكثير في عملية الدراسة والاستكشاف المسع الجيولوجي طبعا ثلاثة معادن رئيسية سيتم التركيز على هذا الملتقى الحديد والذينك والنحاس وهذه من المعادن التي عليها طلب اقتصاد واحتياج خصوصا في الصناعات التقنية طبعا بنهاية هذا الملتقى والمؤتمر أتوقع أنه سيكون هناك الكثير من التفاهمات ما بين شركات أجنبية وشركات محلية مهتمة بعمل تحالفات أو الدخول في الاستثمارات خصوصا أن المملكة مقبلة على تطوير اكتشافات جديدة وعلى استثمار في مناجم جديدة طبعا لا ننسى التطوير الخاص في بيئة تشريعية في الصناعة العديد من التشريعات والأمضم تم إصدارها خاصة في بيئة الأعمال وكذلك في بيئة التعديم بدون شك هي حافظ من حواف الضخور للاستثمارات الإجنبية في هذا القطاع الواحد والميزة التنفسية لدى المملكة من ناحية موقعها الجغرافي وتوفر الموانئ وكذلك القطاع النقل والخدمات اللوجستية والذي كذلك تنقل إطلاق استراتيجية خاصة فيه بدون شك هذه محفزات اقتصادية لأنه يدنا الاستثمارات في هذا القطاع بإذن الله نعم بإذن الله تعالى دكتور بندر الجعيد وأنت المحلل والأكاديمي والاقتصادي شكرا جزيلا لك أن كنت معنا عبر هذه النشرة تستمر اليوم فعاليات وعمل مؤتمر ومعرض إكسبو الحج 2023 بنسخته الثانية تحت عنوان الجودة في منظومة الخدمات الذي يشارك فيه واحد وثمانون متحدثا من القطاعين العام والخاص من داخل المملكة وخارجها ويهدف المؤتمر إلى تعزيز وتحصين خدمات البنية التحتية والصيانة المرافق في المشاعر المقدسة بما يضمن استدامة جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن مع تسهيل وصولهم إلى الحرمين الشريفين بوسر وسهولة هذا وأكد نائب وزير الحج والعمرة دكتور عبد الفتاح مشاط أن المملكة لديها بنية تقنية من بين الأفضل في العالم المملكة العربية السعودية وللالحم لديها بنية تحتية تقنية أعتقد أنها هي من أفضل ما هو موجود في العالم ساعدت وزارة الحج والعمرة وساعدت القطاعات الأخرى الثانية التي تعمل على هذا المستوى بأنها ممكن أنها تقدم وتتحدى التحدي من خلال تقديم أفضل ما لديها من الخدمات ويمكن أفضل شيء يمكن كان يستخدم في السابق وكنا نطلق عليه الأدوات التي تقنية المعلومات الآن أصبحت هي نمط حياة كما كشف محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان أن الهيئة نجحت في اختصار 160 مليون زيارة رقمية للجهات الحكومية السنوية 160 مليون زيارة سنوية اختصرناها ما يحتاج المواطن يشغل سيارته ويروح للجهة الحكومية حتى أنه يصدر وال160 مليون زيارة هذه اللي اختصرناها سنويا وفرت ما يزيد عن 17 مليار ريال سعودي ليس فقط على الحكومة ولكن أيضا على المستفيدين من الخدمات بمعدل تقريبا 100 ريال ولتفاصيل أوسع مشاهدنا الكرام ينضم إلينا من مقر المؤتمر في جدة زميل عبدالله الخرجي مراسل أخبار السعودية أهلا وسهلا بك عبدالله ثم عبدالله هل لا وضعتنا في أجواه هذا المؤتمر وقلت لنا عن أبرز أجندته وكيف كانت مخرجات جلساته حتى الآن في البداية مساء الخير عليك يوسف ومساء الخير على مشاهدي أخبار السعودية بالفعل يوسف مع انطلاقة هذا المؤتمر والمعرض لخدمات الحج والعمر الذي انطلق يوم أمس بمشاركة أكثر من 57 دولة لإطلاق هذا المؤتمر المؤتمر هو عبارة عن حراك كبير تعمل عليه قطاعات حكومية وقطاعات خاصة كلها تقدم خدماتها للحاج والمعتمر لو تحدثنا يوسف عن انطلاقة هذا المؤتمر والجلسات كما نعلم أن هذا المؤتمر سوف يكون فيه إكسبو الحج وهو هكثون للحج سوف ينطلق بعدة رؤى وأفكار تدعم أيضا خدمة الحجاج وإيضا تقديم الأفكار الابتكارية للحجاج الجدير بالذكر أن المعرض يضم في جنباته كثير من القطاعات الحكومية وكثير من التخصصات التي دائما هي ما تدعم الحج وفكرة الحج وأيضا تسهيل خدمات الحج لراغبي الحج والعمر القادمين وضيوف بيت الله الحرام وأيضا تتنافس فيها الشركات والقطاعات الحكومية على تقديم هذه الخدمة بشكل أمثل نحن في أحد هذه النماذج يوسف وهي نماذج تقديم الخدمة الراقية لضيوف بيت الله الحرام وتسهيل رحلة الحاج والمعتمر للمملكة العربية السعودية لتفاصيل أوسع يسعني نستضيف الأستاذ محمد شيخ وهو رئيس مجلس إدارة شركة جدة الإدارية في البداية أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد على أخبار السعودية لو تحدثنا عن هذه الخدمة التي تقدمونها لحجاج بيت الله الحرام الفكرة منها والهدف وأيضا هل هذه الخدمات تعمل على تقديم خدمة مميزة لحجاج بيت الله الحرام الله يحييك وحييكم جميعا الخدمة بدأنا فيها العام الماضي خدمة مجانية تقدم للحجاج على طريق اتفاقيات بيننا وبين شركات الطيران استطعنا بفضل الله العام خدمة 30% من حجاج الخارج مع شركات الخطوط السعودية وفلايناس والباكستانية عدد من شركات الطيران والبعثات قدمنا خدمة تطويرية وهدف من أهداف الرؤية وأهداف الجهات العاملة في جميع القطاعات وزارة الحج والطيران المدني بالتخفيف الضغط على المطارات من خلال إصدار البوردينج باس والباكيج تاك في موقع سكن الراكب وتسليمه البطاقات الخاصة به واستلامها في منطقة سفره في بلده الأصلي وحملة الأمتعة لمنطقة فحص أمني داخل مكة منطقة أمنية كفحص أولي وبعد كذا بتروح للمطار قبل 24 ساعة إلى 12 ساعة تدخل وتتفتش الراكب والحاج اقتصرت مدة بقاءه في المطار أنه يجي مباشرة على الجوازات وعلى البوابات وفي نفس الوقت ما يدعي أنه يحضر قبل 10 ساعات و12 ساعة عزي السابق الآن يقدر يحضر ثلاثة أربع ساعات مباشرة على البوابات خففت الضغط خففت الازدحامات طورنا الخدمة أرحنا الركاب الحجاج المعتمرين الحجاج بصفة خاصة والآن هدفنا إن شاء الله في المستقبل للمعتمرين لو تحدثنا باختصار لو خذنا جولة كذا سريع أستاذ محمد عن آلية عمل هذه العربة التي توجد الآن خلفنا كفية تقدم خدمة لطباعة بطاقة الصعود وأيضا لنقل العفش من مكان إقامة الحاج في مكة المكرمة أو في بلد القدوم الأجهزة عندنا مزودة بجميع أنظمة شركات الطيران فالموظف اللي بيتوجه للمنطقة بيتموظف شركة طيران موظف خدمات أرضية بيقدم إصدار البوردينج باس والباقي جزاك للراكب في نفس السكن في مقر السكن ويستلموا القطعة وتدخل في السعرات الصغيرة هذه طبعا عندنا ميزان داخل السيارة اللي هو موجود بتتحمل وبتتغلف إذا احتاج الركاب وعليها ستيكر السيارات مزودة بكاميرات وبتراكينج سيستيم تتجه السيارات الصغيرة هذه لمنطقة الفحص الأمني في مكة منطقة كبيرة فيها عشرة آلاف قطعة طبعا هذه الخدمات موجودة في نفس السيارة اللي فيها تغليف للحجاج والمعتمرين وبتدخل القطع داخلها وبتراقب لما توصل للمنطقة الفحص الأمني بيتم فحصها وتغليفها في طبليات كبيرة وترصص وتشحن في شاحنات أكبر إلى مطار الملك عبد العزيز أو إلى مطار المدينة المنورة حسب مكان مقر سكن الراك الحاج ومن هناك بتحمل مباشرة عن طريق شركات المناولات الأرضية الله أعطيك الصحة والعافية وشكرا لكم على كل هذه الخدمات مقدمة لضيوب بيت الحرام وتسهيل رحلة الحاج والمعتمر الله يكرمك وإحنا سعادة أننا نكون جزء من هذه المنظومة وقدمنا شيء يليق بالمملكة العربية السعودية الله يكرمك يوسف كما شاهدنا هذه أحد الخدمات المقدمة في مؤتمر ومعرض الحاج والعمرة لتسهيل رحلة الحاجة المعتمر ليست فقط هذه الخدمة ولكن تتسابق شركات كثيرة وقطاعات حكومية كثيرة لتقديم الخدمات لضيوب بيت الله الحرام وعقد الاتفاقيات وجلسات الحوار وورش العمل اليوم كان انطلاقت لورش عمل كثيرة لخدمة ضيوب بيت الحرام من خلال إدارة النفايات من خلال التقنية واستخدام التقنية أيضا استخدام التطبيقات الذكية مشاركة القطاعات الحكومية وبالشراكة مع القطاعات الخاصة كما شاهدنا أتمتت واستخدام التقنية والتكنولوجيا بشكل كبير ليكون هناك حج ذكي وسهل وميسر وهناك طريق سهل للحاج والمعتمر للوصول إلى مكة المكرمة وأداء النسك والمغادرة بشكل كامل هذه أبرز المشاهدات لدينا يوسف من داخل المعرض والعودة إليك نعم شكرا لك عبد الله وأنت عبد الله الخرجي مراسل وأخبار السعودية كنت معنا مباشرة من جدة شكرا جزيلا لك على هذه التغطية وهذا الإطلاع عبد الله وهذه المعلومات وشكرا أيضا لضيفك الكريم شكرا لكم وقعت وزارة الاستثمار ثلاثة مذكرات تفاهم من خلال مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمر إكسبو الحج 2023 اعتهدف مذكرات التفاهم إلى تطوير وتسويق الاستثمارات في قطاعات الضيافة والسياحة وخدمات اللعاشة والأنشطة التجارية والترفيهية وتعاون لتشغيل المشمعات السكنية والتجارية في أخبار المناطق افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان مدرسة تعليم قيادة السيارات في المنطقة أكد السمو على أهمية نشر الوعي حول سلامة الطرق والسلامة المرورية لقائد المركبات وتوفير أجود المناهج التعليمية النظرية والتدريب العملي على استخدام السيارات الآمنة للتدريب حاثا قائدي المركبات على أهمية التقيد بأنظمة المرور حفاظا على الأرواح والممتلكات التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بسلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس دارة بل رئيس مجلس دارة النادي الوطني أحمد الخريصي واللاعبين الحاصلين على ميداليات في البطولات القرية والعالمية وأن أهم سمو بهذا الانجاز وحثهم على مضعفة الجهد مؤكدا أن الشباب هم عماد رؤية عشرين ثلاثين متمنيا لهم التوفيق في تحقيق المزيد من الانجازات كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بسلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في اللقاء الأسبوعي رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وذلك في القصر الحكومي في تبوك وتناول سموه في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات ومن تبوك إلى المنطقة الشرقية حيث استقبل الصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعي إبراهيم الراشد يرافقه حدد من قيادات البنك عظم من سموه البرامج الهادفة والدور الذي يقوم به بنك التنمية الاجتماعي لنشر الوعي المالي وتقديم حزم من البرامج التنمولية الاجتماعية للمواطنين في مجالات مختلفة وتمكين شباب وفتيات الوطن وتشجيعهم على العمل الحر من خلال تقديم خطط استراتيجية تساعدهم في طريقهم لنجاح مشيدا بالخدمات الإلكترونية التي يقدمها البنك وتسهل على المستفدين إنهاء الإجراءات وتسهم في سرعة الحصول على التنميل افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم الأدلة الجنائية بشرطة المنطقة الذي يعد وحد المشاريع الأمنية الحديثة أعطلغ سمو أمير المنطقة على مكونات واغسام مبنى الأدلة الجنائية مستمعا من مدير شرطة القصيم اللواء علي القحطاني لشرح نعن فخور كل الفخر بافتتاح اليوم مركز الأدلة الجنائية والذي الحقيقة كان للأخ الزميل سعادة اللواء علي الجهود الكبيرة في الحقيقة افتتاحه بلادنا ولله الحمد وقية لتن رشيدة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيزي حفظه الله وسمو لي عاد الأمين وسمو وزير الداخلية ومدير الأمن العام وجميع هيقه يعني أجهزة الدولة التي تحرص على تطوير القطاعات الأمنية لم تبخل ولن تبخل إن شاء الله يعني في تطوير كل الإمكانيات في القطاعات الأمنية من أجهزة ونوه سمو أمير منطقة القصيم بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء والقضاء وأشهد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز خلال لقائه فضيلة الشيخ الدكتور علي الجربوع بدور القضاة ونزاهتهم وحرصهم على إرساء مبادئ الغدل وهنأه بمناسبة صدور الأمر الملكي بتسميته عضوا في مجلس القضاء الإداري اطلع صاحب السمو الملكي لمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية على أهداف وأعمال الفرق التطوعية وهم مبادراتهم وإنجازاتهم أكد خلال لقائه رؤساء وعضاء الفرق التطوعية في مقر محافظة العوغيلة على أهمية نشر ثقافة التطوع في المجتمع وتطوير العمل التطوعي وتقديم برامج ومبادرات نوعية تحقق الأثر المستدام وتوجه الطاقات للفرص التنموية الأكثر الحاحة استقبل الصاحب السمو الملكي لمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مقر محافظة رفحة اليوم المسؤولين والقضاء ومدير الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين في المحافظة ومشايخ القبائل وجموع المواطنين في المحافظة الذين قدموا للسلام على سموه خلال زيارته التفقدية للمحافظة في مستهل اللقاء نقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين وسموه للعهد حفظهما الله إلى أهالي المحافظة معربا عن سعادته بالتواجد بين أهالي محافظة رفحة والوقوف على شؤونهم والاطلاع على سير العمل وتلمس حاجاتهم مؤكدا أن زيارته التفقدية للمحافظة واجب تمليه المسؤولية ما جئت هنا إلا لجولة على كافة الاحتياجات هذه المحافظة والمحافظات الأخرى وجميع المراكز والاهتمام والوقوف شخصيا عليها ميدانيا والعمل على تسخير كافة الإمكانات لتدليل كافة الصعوبات إن وجدت وتحسين المشهد البيئي والمشهد البصري وتميت كافة الجوانب من البنية التحتية والشؤون الكاملة من الشؤون البلدية المختلفة دشن صاحب السمو الملكية لم يرفصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف الملتقى السنوي الأول لجمعية الجوف للخدمات الصحية وذلك في مركز الملك عبد الله الثقافي في مدينة اسكاكا وتجول سمو أمير منطقة الجوف على أركان الجمعية المصاحبة للملتقى مستمعا إلى شرح عن خدماتها منوها بالاهتاف الإنسانية النبيلة التي تعمل عليها معكدا ضرورة تفعيل دور المجتمع لدعمها كما شاد سمو أمير منطقة الجوف بما يقدمه التدريب التقني والمهني من برامج ودورات تدريبية للشباب والفتيات لدعم سوق العمل بالكوادر المهنية المؤهلة أكد الأمير فيصل بن نواف خلال لقائه بمدير التدريب التقني والمهني في المنطقة المكلف ماجد العتيبي على أهمية التوسح بالمنشآت والتخصصات التدريبية لخدمة أبناء وبنات المنطقة تسلم صاحب السمو الملكية الأمير سعود بن عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية تقريرا عن أهم الأعمال والمسجدات في منفذ جديدة عرعر بحث خلال لقائه مدير جمرك جديدة عرعر خالد العطوي أعمال الجمارك في المنفذ مشيدا بدور رجالاته في تسهيل الحركات التجارية ومنع دخول الممنوعات بجميع أنواعها استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جروي محافظ جدال قنصل العام لجمهورية تشاد في جدة أحمد أبسكين ييريما وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات المشتركة نشرة الظهيرة مستمرة مشاهدين الكرام وفيها بعد الفاصل الهيئة العامة للإحصاة تعلن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي ثمانية من مئة فاصل ستة وتتابعون في نشرتنا أيضا انطلاق مهرجان شتاج زان الثلاثة وعشرين الخميس القادم أهلا بكم جديد أعلنت الهيئة العامة للنقل عن ثاني مراحل برنامج تنظيم دخول الشاحنات في مدينة الرياض اعتبارا من السابع عشر من شهر يناير الحالي وأوضحت النقل أن دخول الشاحنات سيكون من خلال حجز مواعيد الالكترونية مسبقة وبأوقات محددة ومجدولة للمساهمة في تنظيم تدفق الشاحنات ومنع تكدسها في مداخل المدن رفع مستوى جودة وكفاءة النقل وللحديث أكثر مشاهدين الكرام عن تنظيم دخول الشاحنات للعاصمة عبر حجز مواعيد الالكترونية وسعدنا أن ينضم معنا عبر الهاتف المتحدث باسم الهيئة العامة للنقل الأستاذ صالح زويد أستاذ صالح أهلا وسهلا بك معنا في نشرة الظاهرة ولن ثم ماذا عن هذا التنظيم وما هي آلية تطبيقه تفضل أستاذ صالح أهلا بكم وأشكركم على هذا الاستضافة والتطرق لهذا الموضوع المهم والمبادرة النوعية لتخدم الإقطاع اللوجستي وتسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للشركات اللوجستية من خلال توقيت أو تقليل أوقات منع دخول الشاحنات لمدن الرئيسية وتخفيف الزحام وتكدس الشاحنات في مداخل هذه المدن والسماح لها بالدخول وفق مع موعيد محددة ومجدولة مع المحافظة على انسياب الحركة المرورية وتنظيم لتدفق الشاحنات إلى مدينة الرياض بتنسيق أو شراسة مع الجهات الحكومية المعنية في دائم من الثلاثاء المقبل 17 يناير 2023 سيتم تطبيق نظام حج الموعيد للشاحنات لتدخل مدينة الرياض بما يرفع أوقات السماح لدخول الشاحنات للمدينة إلى 21 ساعة ولكن وفق جدولة وموعيد محددة وأيضا مسارات معينة تستطيع من خلالها عبور هذه الشاحنات المدينة أو الوصول إلى وجهة محددة مع الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية هذا القرار هو أحد الموادرات الداعمة للإقصال اللوجستي حيث سيرفع من كفاءة وجودة الخدمات التشغيلية للحركة اللوجستية أيضا سيحقق نمو اقتصادي ومنافع اقتصادية لشركات الإقصال الخاص يتقلل من الخسائر المالية للناقلين ويضمن تقدس شاحنات تلف البضائع الخدمة مجانية ومتاحة ضمن خدمات بوابة نقل الإلكترونية البوابة الإلكترونية لجميع الخدمات التي تقدمها لهي العمل للنقل وهي خدمة دخول المدن تتيح هذه الخدمة العديد من الخدمات سواء للشركات المستثمرين وهي خدمة حج المواعيد أو الخدمات للجهات المعنية مثل تحديد المسارات المعينة والطاقة الاستيعابية أو قياس موشل الزام السائقين بالمسارات المحددة بالإضافة للإشعارات التي تصل إلى السائقين نعم استصالا كيف تتوقعون أثر هذا التنظيم على حركة المرور داخل مدينة الرياض خاصة في ظل الازدخامات والاختناقات التي تعاني منها شوارع المدينة هذه الأيام صحيح هذا التنسيق تم التعاون مع جميع الجهات المعنية الحكومية والخاصة ذات العلاقة الهدف هو تسهيل الدخول لمدينة الرياض وفق موعيد مجدولة محددة وأيضا مسارات معينة نضمن من خلالها انسابية الحركة المرورية وعدم زيادة الزحام المروري وفي الوقت نفسه نضمن للقضاع اللوجستي حركة تشغيلية تسهم في زيادة الكفاءة وأيضا تحقق لهم للشركات اللوجستية نمو اقتصادي منافع اقتصادية وتقليل خسائر المالية من توقف الشاحنات في مداخل المدن وانتظار أوقات معينة للدخول إلى المدينة نعم الأستاذ صالح زويد وأنت المتحدث باسم الهيئة العامة للنقل شكرا جزيلا لك أن كنت معنا عبر هذه النشرة كشفت الهيئة العامة للإحصاء لارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في المملكة لشهر نوفمبر من عام 2022 بنسبة ثمانية من مئة فاصلة ستة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي نتيجة لارتفاع نشاط التعضين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية دعت هيئة الزكاة المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهرين نوفمبر وديسمبر الماضيين عذلك في الخامس عشر من شهر يناير الجاري كحد أقصى أحثت الهيئة مكلفية على المسارعة بتقديم إقراراتهم تجنبا للغرامة وقعت وزارة الشؤون البلدية اتفاقية تعاون مع وزارة الاقتصاد بهدف تبادل البيانات والدراسات في مجالات التنمية المكانية الخاصة بمدن ومحافظات المملكة إضافة إلى تعزز ثقافة تبادل البيانات والدراسات كشف صندوق التنمية العقارية عن إكمال أكثر من 48 ألف مستفيد لمراحل البناء الذاتي مبينا أنهم قدموا شهادات الإشغال إتمام البناء وذلك في طار الجهود المتواصلة لدعم المستفيدين لتملك المسكن الملائم لرفع نسبة التملك السكني إلى 70 من مئة بحلول 20-30 وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام كشف برنامج دعم الإيجار لدعم المتغاثرين عن سداد أجرة المسكن أن دعمه شمل أكثر من 48 ألف حكم تنفيذي بقيمة تزيد على 120 مليون ريال خلال عام 2022 والموثقة عقودهم في منصة إيجار وذلك بسداد المبالغ المادية المتعثرة آليا عبر الخدمات الإلكترونية المشتركة مع وزارة العدل شدد 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 برنامج لمدة لمدة ضمان لا تقل عن عشر سنوات من التسليم أقام مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ملتقا علميا حول تعليم العربية للناطقين بغيرها حول العالم التجربة الكازاخية نموذجا للحديث عن واقع تعليم اللغة العربية في كازاخستان وإسهامات المملكة في خدمة اللغة العربية ودور المجمع في خدمتها عالميا نتابع عبر هذا التقرير بهدف تعزيز اللغة العربية للناطقين بغيرها حول العالم أقام مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الملتقى السعودي الكازاخستاني الذي استضيف فيه عدد من أساتذة الجامعات في جمهورية كازاخستان ونفذ فيه برنامجا لغويا ثقافيا متنوعا لتعزيز كفاياتهم في تعليم اللغة العربية وإطلاعهم على المحتوى الثقافي السعودي ننطلق في أنحاء العالم مستشعر المسؤولية والحمل الكبير الذي نتشرف به باسم مولاي خادم حرام الشريفين والنطاق الواسع الذي يعمل فيه المجمع والتآزر والتعاون مع وزارة الثقافة والجهات المسؤولة في وزارة خارجية وغيرها هذا الملتقى المختص في تعلم وتعليم اللغة العربية ضمن الجهود السعودية الكازخستانية في متابعة ودعم اللغة العربية ينطلق بعد قرابة الاربعين دورة في أفريقيا وانطلاق مركز الاستعراب في أذربيجان واكتمال برامج المجمع في دورة الثانية لمنظمة الأمم المتحدة للاحتفاء اليوم العالمي اللغة العربية ملتقاً علمي عنوانه اللغة العربية موضحاً كيف كانت تجربة جامعات كازخستان وإسهامات المملكة العربية السعودية في خدمة اللغة العربية يعني نحن نأمل أن هذا التواصل الثقافي والتعليمي والعلمي بين البلدين بالأخص بين جامعات الكازخستانية ومجمع الملك السلمان العالمي للغة العربية برامج لغوية ثقافية تعزز أفاق التعاون العلمي في مجال لغة القرآن الكريم مع كازخستان التي بدولها نموذج فعال في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها نشرة الظاهرة مستمر مشاهدين الكرام ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا أهلا بكم جديد شاركت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في أعمال مؤتمر قادة الأمن والشرطة العرب في الإمارات وتزامنا عيقاد المؤتمر مع ذكر مرور خمسين عاما على فكرة إنشاء جامعة نايف التي نظمت معرضا مصاحبا لأعمال المؤتمر يستعرض مسيرتها ومخرجاتها الأكاديمية والبحثية والتدريبية وأبرز إنجازاتها خلال العقود الماضية أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن السبت المقبل هو موعد إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية للعام العام للمعلمين عسى ترسل النتائج عبر رسائل نصية للرقم المسجل في الملف ثم تتاح على نظام التسجيل ونظام الرخص المهنية يوم الخامس عشر من يناير تصدر الرخصة عند طلبها عن طريق النظام الإلكتروني أنهت اللجان المنظمة لفعاليات جتاء جزان الفين وثلاثة وعشرين استعداداتها النهائية لانطلاق المهرجان بعد غد الخميس بإذن الله والذي سيتضمن الفعاليات المتنوعة وللمزيد حول هذا الموضوع التحق بنا مباشرة من هناك من جزان الزميل حسن الغزواني مرسل وإخبار السعودية زميل حسن أهلا وسهلا بك إلى نشرة الظاهرة ثم حسن هل لا وضعتنا في إطار هذه الاستعدادات وما هي أبرز الفعاليات التي سيحفل بها هذا المهرجان بإذن الله تعالى تفضل حسن نعم يوسف مساء الخير لك ولساعدة المشاهدين ومشاهدات في كل مكان أنا أتواجد الآن في المسرح الذي سيحتضن حفل الافتتاح لمهرجان شتاء جازان 2023 الذي سينطلق بعد غد الخميس طبعا شتاء جازان هذا العام حافل بالعديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج التي تتوزع على كل محافظات المنطقة بحزمة من البرامج والفعاليات الترفيهية لنتعرف عليها أكثر يسرني أن أستضيف الدكتور نايف أزيبي وهو مساعدة المشرف العام على شتاء جازان دكتور نايف نرحب بك على الشاشة السعودية تعطينا والسادي مشاهدين نبذة بسيطة عن يعني حفل شتاء جازان هذا العام وشتاء جازان هذا العام ما الجديد فيه أرحب بك وبالسادة المشاهدين وشاكر لكم على هذه الاستضافة شتاء جازان هذا العام يحمل الكثير من الأشياء الجميلة والمفاجآت التي تليق بجازان وأهلها وزوارها منذ ما يزيد عن ستين يوما والجهات ذات العلاقة من جهات خدمية وجهات حكومية وجهات أمنية تعمل على قدم وساق من أجل ظهور شتاء جازان لهذا العام بصورة تليق بطموحات ولاة الأمر وبالدعم ومتابعة حثيثة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه وسؤالهم الدائم والحثيث عن كل ما يخدم جازان نفخر في هذا الموسم بكوكبة من أبناء المنطقة البارين المتطوعين الذين يواصلون العمل ليلة نهارا من أجل خدمة منطقتهم تحمل رزمانة الفعاليات مجموعة متنوعة على هامش إذا تحدثنا عن التضاريس فهناك فعاليات على المحور الجبلي والسهل والبحر والجزر إذا تحدثنا عن الفئات المستهدفة لدينا فعاليات تستهدف الطفل والأسرة والشباب والشابات إذا تكلمنا عن نوعية الفعاليات لدينا فعاليات لها جانب ثقافي ترفيه فعاليات رياضية فعاليات تدريبية وتطويرية والعديد جدا من الفعاليات التي نطمح أن ترقى لتوقعات المستفيدين والزوار وأهالي منطقة جازان طبعا دكتور الفعاليات هذه العام تتوزع لكل محافظة المنطقة أيضا أشركتم القطاع الخاص في جانب إيجاد برامج وفعاليات أيضا ترفيه نعم هذا الشتاء يمتاز يمكن بأكثر من ميزة الميزة الأولى أن الفعاليات توزعت على كافة خارطة منطقة جازان من شاطئ الشقيق شمالا إلى شاطئ السهي جنوبا ومن فرسان في عمق البحر إلى أعالي جبال جازان القطاع الخاص هو القطاع الشريك والفاعل والذي سيقوم بتنفيذ فعاليات كثيرة جدا شريك أساسي يقيم كثير من الحفلات الغنائية إن شاء الله الفعاليات الترفيهية الفعاليات التطويرية والعديد من البرامج والفعاليات التي تستهدف كافة فئات المجتمع إن شاء الله أخيرا دكتور بعد غدين سينطلق حفل الافتتاح ما هي الفعاليات التي ستشهدها الأيام الأولى من المهرجان في هذا الموقع بالتحديد وفي هذا المسرح إن شاء الله وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر مساء الخميس تنطلق فعاليات شتاء جازان عبر حفل أوبريتي فني من الطراز الأول إن شاء الله لدينا فعاليات ملتقى منار الإعلامي سينطلق في اليوم الثاني من المهرجان لدينا معرض للكتاب لدينا معرض فنان التشكيلي هذا في هذا الموقع أما في المواقع الأخرى فهناك رزمانة فعاليات تنطلق بالتزامن من الأسبوع الأول تمتد على كامل خارطة المنطقة كل التوفيق دكتور شكرا لكم شكرا لإصطافتكم ونراكم في تغطيات أخرى إن شاء الله خلال الستين يوم القادمة إن شاء الله الله يعطيكم العافية إذن يوسف سيد المشاهدين هذا حديث الدكتور نايف أزيبي مساعد المشرف العام على شتاء جازان 2023 متحدثا عن انطلاقة المهرجان بعد غضين الخميس والذي سيحفل بالعديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة الترفيهية المتوزعة على كل محافظات المنطقة تحدث أيضا عن حفل الافتتاح وما يحويه موقع حفل الافتتاح وهو المركز الحضاري بمنطقة جازان ومركز الأمير سلطان الحضاري بمنطقة جازان الذي سيحتضم بالإضافة إلى كرنف الافتتاح معرض فنان ومعرض الكتاب وأيضا ملتقى منار الإعلامي هذا كل ما لدينا من هنا من جازان الصورة يسر إلى كيوس نعم الزميل حسن الغزواني وأنت مراسل أخبار السعودية كنت معنا مباشرة من جازان شكرا جزيلا لك حسن هذه التغطية وشكرا أيضا لضيفك الكريم على هذا اليطلع وهذه اللحاطة حول مهرجان شتاء جازان 2023 شكرا لكم ينطلق في محافظة الحريق غدا مهرجان الحمضيات السابع الذي يستمر لعشرة أيام ويأتي المهرجان إنعكاسا لجهود المحافظة وجميع الجهات الحكومية واهتمام الأهالي وحرصهم ليكون موسما سياحيا وتسويقيا أستقطب الزوارة من المناطق المختلفة توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعادية من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح النشطة تؤدي إلى جريان السيول على منطقتين الشرقية والرياض وعلى أجزاء من مناطق عصير الباحة ومكة المكرمة مع انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة نشرتنا مشاهدين الكرام انتهى تفقي تذكيركم بأبرز ما شاء فيها بمشاركة أكثر من ستين دولة الرياض تستضيف اجتماع الطاولة المستديرة الثاني لوزراء التعديل مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمر يواصل أعماله لليوم الثاني حيئة النقل تعلن تنظيم دخول الشاحنات للعاصمة الرياض بمواعد محددة ومجدولة ألكترونيا الشكر والثناء الجزيلة لكم مشاهدي الكرام على كرم الإصغاء والمتابعة دمتم بحفظ الله ورعايته في أمان الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر